أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163-56-296 تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طالبات وطالبات سنوال عامة أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى أسأل خير على كل طلابنا الأعزاء أسأل خير على كل مدرسي الفيزياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظاتهم حتى نرتقي البرنامج وندنه من الكمال النهاردة يكون في ديافتنا لمادة الفيزياء للسنوية العامة لأستاذ محمد رياض بسهل خير مصر بسهل خير مستر أحمد أقبار حضرت رجي الحمد والشكر لله منهور الدنيا كلها الله يبرك بحضرتك طبعا مستر محمد رياضي عمل لنا النهاردة ريفيجين أو مراجع على الفصل أول والتاني للفيزياء بالنسبة للسنوية العامة فياريت كل طلابنا الأعزاء يركزوا في الأسئلة لأنه هو مجمع مجموعة من الأسئلة اللي هي قائمة على أعمال الفكر والتركيز بالنسبة تماشيا طبعا مع الأسئلة جيدة اللي هي تتماشى مع النظام الجديد للسنوية العامة فياريت كل طلابنا الأعزاء يركزوا مع مستر محمد في الأسئلة اللي هو مجمع عنها طبعا في البداية بحب أبلغ طلابنا الأعزاء على المستوى الجمهورية كلها إن الحمد لله ظهر دلوقتي بأنه فترة في منافذ البيع المعلنة الكتاب اللي يعني ده يعتبر بالنسبة لنا صاروة كبيرة لأن الكتاب ده اللي أعده يعني خبراء التعليم في مصر كلها سواء المواد العلمية أو المواد الأدبية الناس اللي احنا بنعتز بيهم على النظام الجديد اللي هو الأسئلة المحتوية على الفكر فبالتالي أنا بنصح كل طلابي إن باقتناءه طبعا ودائما بنبلغ طلابنا عشان التدريب وده يحتوي على مراجعة نصف العام في جميع المواد سواء المواد العلمية اللي هكتبها أو المواد الأدبية في الأسئلة يعني مش هنقدر نكلم فيها كتير لأن احنا بنبدأ نجهز أسئلتنا حتى كمان من الأجزاء الخاصة بيه فيها الفكر الجديد اللي احنا بنبدأ نتعامل معا جميل يا مستر محمد يا ريت بقى نستاذ المخرج بتاعنا الجميل يجيب لنا بيت جو نمبر وان الصفحة رقم واحد بسم الله الرحمن الرحمن طبعا بنلاحظ أن دايما الأسئلة بننظمها الموجود دلوقتي اللي بنحاول فيها بس هي شكل خداعي للطالب أن أحاول أخلي مع السؤال رسمة لأن احنا كنا قبل كده كان إلى حد كبير في جزء من أسئلتنا فيها جانب الحفظ دلوقتي هي المعلومات واحدة بل بالعكس هي أفضل بس دايما نقول للطالب ركز دايما في صغة السؤال لأن ريتك مهمة جدا والشكل اللي قدامك كمان يتقر بعناية كمان يتقر بعناية ودايما فكر قبل ما تتكلم ولما تروح للاختيارات لازم تقرأ الاختيارات بدقة لازم تستوعب كل اللي مكتوب عشان كلمة ممكن تغير المعنى بسم الله الرحمن الرحيم والنهاردة عندنا شوية أسئلة جميلة جدا هتبدأ فيها التدريج من السهولة للصعوبة يعني التدريج عشان ينمي مخك معا شوية بسم الله السؤال الأول في الدائرة الموضحة بالشكل بيسألني الخطأ الموجود بالدائرة هنا إيه طبعا قبل قريتك للاختيارات لازم تبص على الرسمة الرسمة عندي بطارية مصدر كهربي وآدي في مقاومة اسمها R وفي فولتاميتر حضرتك شبت الفولتاميتر احنا عارفين ان الفولتاميتر يجب توصيله في الدائرة الكهربية على التوازي فانت هنا بدون النظر في الاختيارات انت لحظت ان الفولتاميتر محطوط فين محطوط مكان الأميتر مفيش دائرة كهربية عندي بيتخط فيها بولتاميتر على توالي فأكيد الخطأ الموجود في الرسمة دي لاني بيسألني الخطأ الموجود بالدائرة انت عينك لحظته من قبل القراية لانك لو استعنت معايا بالاختيارات بيقولك قطبة البطارية مع كوسان لا الموجب موجود والسالب موجود أصلا انعكاس أقطاب البطارية هيسبب انعكاس اتجاه الطيار فاتجاه الطيارة عندي مش هيفيدني في القيادة ذات يجب استخدام بولتاميتر واميتر لا حسب احتياج حضرتك انت محتاج تقيس شد الطيارة هتحتاج أميتر فقط محتاج تقيس فرق جهد محتاج بولتاميتر فقط طب جيم يجب توصيل البولتاميتر على التوازي مع اي مكون في الدائرة ايوة لان البولتاميتر حتى يستطيع قراءة فرق الجهد يجب ان يتصل على التوازي يبقى انت من الاراية عينك هتوصل للاجابة الصحيحة انت فهمتها كمان من الرسمة طب ده السؤال رقم واحد السؤال رقم اثنين يمكن السؤال رقم واحد حاولت استرجع لك ان البولتاميتر حتى يقرأ فرق الجهد يجب يوصل على التوازي بص دائرة رقم اثنين كده في الدائرة الموضحة بالشكل برضو ايه الخطأ الموجود في الدائرة برضو هبص المكونات الدائرة لقيت بطاري واسلك التوصيل موجودة وفي مقاومة بس هنا موصل بين طرفي المقاومة على التوازي اميتر انت بدأت تتفهم هوا يعني انا عمل السؤال التاني عكس الاولاني فبالتالي اي طالب هيقول لي يا رقم اثنين محمد المفروض ان الاميتر حتى يقرأ شدة الطيار يجب ان يوصل في الدائرة على التوالي حضرتك هنا حطه على التوازي يبقى اكيد الغلط في نوع توصيل الاميتر برضو اقولك اقرأ معاه الاختيارات كده الاتجاه الموضح لسراني الطيار خطأ قلنا اتجاه الصرايان يعكس اتجاه الطيار ما يعملش اي حاجة else في القراءات شدة الطيار تكون مختلفة عند طرفي المقاومة شدة الطيار عند اطراف المقاومة شدة الطيار في التوالي سبتة الاميترات يجب ان لا توصل على التوازي فعلا حتى يقرأ الاميتر شدة الطيار يجب ان يوصل الاميتر على التوالي يبقى الاجابة جيم هي الاجابة السليمة بعد كده رقم 3 في الشكل المقابل السؤال رقم 3 في الشكل المقابل دائراتين كهربيتين موصل بها سلك وخدت بالسيادتك أنا هتطلق خط تحت من نفس مادة الموصل من نفس مادة الموصل بص بقرر الكلمة دي كم مرة لأن الكلمة دي هتفيدني جدا في قرية للسؤال تم تكبير مقطع السلك كما بالرسم لإظهار الآيونات والإلكترونات اللي سبب حركتها هي منشأ التهار أصلا في كل سلك طيب قبل ما نقرأ السؤال محتوائي بعد إذنك بص معايا في الرسمتين ألف وبين الرسمتين ألف واضح قوي أن طول السلك أكبر يعني ده فيه آيونات وفيه إلكترونات حرة فيه آيونات وفيه إلكترونات حرة اللي هي النقط اللي موجودة عندك وفيه عندي متوصل ده بدايرة كهربية وده برضو متوصل بدايرة كهربية طيب جميل أنت عندك الفرق بين الرسمتين حاجة بسحة المقطع سابتة بس السلك ألف طوله أكبر من السلك به وطبعا كلنا قبل الإراءة كده كلنا بنتذكر مع بعض من عوامل المقاومة الكهربية أن طول السلك بيتناسب ترضي مع المقاومة يعني السلك الأكبر في الطول هو أكبر من حيث المقاومة الكهربية من حيث المقاومة الكهربية طيب تعال نقرأ كده بعد ما خليت موقعك لتذكر معايا كده المعلومة دي قالت السلك الأكبر في المقاومة النوعية قبل ما حضرتك تقرأ أي اختار منهم هسأل سيادتك سؤال لما كنا بنتكلم مع بعض وبنسأل إيه هي العوامل اللي بتوقف عليها المقاومة النوعية لمادة الموصل كنا بنقول نوع المادة فقط عند ثبوت درجة الحرارة لأن إحنا بنطرد ثبوت درجة الحرارة ما بناخدهاش ضمن العوامل عايز تقول وتغير درجة الحرارة أنا معاك بس العامل الأساسي اللي بتحكم في المقاومة النوعية هي نوع المادة فإذا كان عندي موصلين من نفس المادة تبقى مقاومة ومن نوعية سابتة إنما لو اختلف نوع المادة في الحالة دي أنا وإنت نقدر نقول تختلف المقاومة النوعية عشان كده قلت لك وأنا وإنت بنقرأ السؤال فيه كلمة تكين عليك واس جدا من نفس مادة الموصل يعني السلكين ألف وبه من نفس النوع يبقى إذن المقاومة النوعية لهما سابتة ده حضرتك كده فهمنا من غير إراءة الأجوبة يعني لما ترى الأجوبة يقول لي واحد هل السلك رقم ألف هو الأكبر مقاومة نوعية هل السلك بيه ولا كلا هما متساويان شفت دايما أنت بتفسر معنا السؤال قبل ما تجاوبه لأنه ما فيش طالب ثالثة سنة وعيني إن شاء الله عايز كله قمة هبقى بيناء الأسئلة لا هو بيفهم قبل ما يدور على الاختيار فبرقم بيه السلك الأكبر في المقاومة الكهربية طيب المقاومة الكهربية تناسبها إيه مع الطول؟ قلنا تناسبه طردي ليس أنت في نحيث الرسمة في الشكلين ألف وبيه؟ لقينا إن الرسمة في الشكل ألف طول السلك هو الأكبر إذن مقاومة الكهربية هي الأكبر فالسؤال هنا كان الغرض منه إن الطالب حسب إرائته هل أنا بسألك على مقاومة نوعية ولا مقاومة كهربية؟ المقاومة النوعية اللي بيحكمها نوع المادة فطالما الموصلين من نفس النوع يبقى المقاومة النوعية سبتا إنما لما سألت على المقاومة الكهربية قالي لا المقاومة الكهربية تتغير حسب الموصل حسب الطول حسب المساحة فهنا طول السلك ألف هو الأكبر إذن مقاومته الكهربية هي الأكبر ودي كانت فكرة السؤال التالت فكرة جميلة جدا للتمييز بين المقاومة النوعية والمقاومة الكهربية طيب بعد كده السؤال رقم أربعة السؤال الرابع السؤال الرابع هنا بقى نبدأ الحسابات مع بعض شوي ففي رسمة بيانية قدامي ما بين محور الصداط يمثله شدة الطيار بالأمبير محور السينات يمثله فرق الجهد بالفولد أهم حاجة الطالب أرى مين اللي على محور الصداط اللي يمثل الرأسي وأرى مين اللي على السينات اللي يمثل الأفض فبيقولي الشكل المقابل فيه علاقة بيانية بين شدة الطيار المعرفي موصل وفرق الجهد بين طرفين فبيسألني السؤال رقم ألف المقاومة الكهربية للموصل طيب الأستاذ هيفكر قانون المقاومة الكهربية اللي احنا عرفناه من خلال قانون قوم كان بيقولي قانون المقاومة الكهربية R بتساوي V على I يعني حاصل قسمة فرق الجهد على شدة الطيار خد بالك فرق جهد على شدة طيار هنا يبقى أنت تروح تاخد أرقامك من الرسم البياني عندي الحمد لله مجموعة من النؤاط هنا لك مطلق الحرية اختار أي قيمة الفرق الجهد بس لما تيجي تقسمها اقسمها على قيمة شدة الطيار بتاعتها فعندي هنا بدل الإجابة واحدة واثنين وتلاتة يعني لك مطلق الحرية أنا مثلا في إجاباتي اخترت فرق الجهد اللي قيمته 8 فارحت جاي على محور الرسم البياني عند التمانية فولت اطلع بخط إيدك كده لغاية ما توصل للخط المرسوم اعدل إيدك على محور السينات عشان تجيب قيمة شدة الطيار هتلاقي شدة الطيار قيمته 1.6 من 10 فقلت يبقى فرق الجهد بتاعي 8 على شدة الطيار بتاع فرق الجهد ده 1.6 من 10 يبقى حاصل قسم 8 على 1.6 ساوي 5 أم طب ممكن طالب غيري يقول لي يا أستاذ محمد طب أنا لو خدت فرق الجهد اللي قيمته 6 ممكن ناخد فرق الجهد اللي قيمته 6 اطلع على محور السينات شو في الطيار بتاعه كام هتلاقي الطيار بتاعه 1.2 من 10 هتقسم برضو 6 على 1.2 من 10 برضو الإجابة هتديك المقاومة الكهربية بخمسة يعني انت عندك هنا مطلق الحرية هتديك ناس إجابة طب ده بالنسبة للمقاومة الكهربية طب رقم به اللي جبناها في السؤال اللي قابلها بس كان نظري قلت طب نعملها كمسألة قلت لك طب حسيب لي المقاومة النوعية لمادة المواصلة إذا كان الطول بتاعه 2 متر ومساحة مقطعه 20 سنتيمتر مربع طبعا الطالب المتفوق 20 سنتيمتر مربع أنا ما باتتغلش بالسنتيمتر مربع هتتحول لمتر مربع هتتضرب 10 أسي سالب 4 دايما التحولات نتيجة الإلار متسرعة دايما نقوله طلاب اقرأ بهدوء عشان التحولات ما تبقاش هي ثبت خطأك وانتعارك كل الجدر وزيارة طيب قانون المقاومة النوعية رو إي بتساوي آر المقاومة الكهربية اللي احنا جبناها في إي اللي هي مساحة المقطع على إل تاني الرو إي بتساوي آر في إي على إل لسه في النقطة ألف جبنا قيمة المقاومة الكهربية بخمسة في مساحة المقطع لسه قلنا 20 في 10 أسي سالب 4 على الطول بـ 2 فنعوضها على الآلة 5 في 20 في 10 أسي سالب 4 على 2 يطلع الناتج 5 من ألف يبقى أنا حاولت في السؤال ده أولا ان انت تطلع القيمة العددية من الرسمة البيانية ثانيا نعوض في قانون المقاومة الكهربية قانون أوم ويبقى تذكرنا بردو ثانيا عوضنا كمان واستخدمنا قيمة المقاومة الكهربية في إيجاد المقاومة النوعية من خلال القانون بتاع المقاومة النوعية فالسؤال جميل السؤال رقم 4 بعد كده ننقل على السؤال رقم 5 لسه كنا بنتكلم مع طلاب الأعزاء بنقول جبنا سيرة المقاومة الكهربية والعوامل اللي بتتحكم فيها عارفين ان من عوامل المقاومة الكهربية طول السلك تناسبه طردي يعني لو طول السلك زاد المقاومة الكهربية هي كمان بتزيد مساحة المقطع تناسبها عكسي يعني لو مساحة المقطع زادت المقاومة الكهربية بتقل فبالتالي دايما الأسئلة اللي بتبقى على شكل تناسبات التناسب الطرد أو العكسي مع الطول أو المساحة من الأسئلة المهمة جدا اللي بتكرر دايما فكرتها فرقم خمسة بيقول لي سلك مقاومته R يعني في البداية مقاومته R أعيد تشكيله دايما كلمة أعيد تشكيله دي أنبه طلابي دايما أقول له لما تقرأها خط تحتها خط لأن الكلمة دايما بيبقى أقول لي دايما الطالب بتاعه بيبقى فيه معطم استكب في المعطيات يعني فيه معطى يبقى مصصريح فيه معطى متغير جديد بناء على قريتك طبعا دي فهمك هو اللي هو الصلاقية أعيد تشكيله بحيث زاد طوله للضعف زاد الطول للضعف بيسألني مقاومته بعد التشكيل عايز المقاومة بعد التغير الحادث طب الأستاذ الفاضل طالب المحترم بتاعنا أنا لو معايا سلك من أي مدى لو مسكته زي ما بيقول لي في السؤال إن أنت شديته قعدت تشكيله مسكته شديته بإيدك بحيث إن أنت تخلي الطول يزيد هو أنا لما أمسك أي مادة أي حاجة وشدها بإيدي فعلا الطول بيزيد بس في نفس الوقت المساحة بتقلت ما بتظلش المساحة سبتة فهنا السؤال فيه متغيرين مش متغير واحد أنا ممكن من قرية المتسرعة أقول الطول زاد يا مستر يبقى المقاومة الكهربية المفروض تزد للضعف طب أنت مخدتش بالك ليه لسه بقولك أنا لو معايا حاجة مسكتها فردتها شدتها بإيدي الطول زاد المساحة مش هتظل لسابتة ده إحنا كلنا بنسنى حتى بحياتنا العامية تقول لا ده هتبقى رفيعة رفيعة يعني أنت حكمت إن المساحة قلت فأنت عندك هنا تغيرين حصلوا للسابق أولا الطول زاد للضعف والمساحة قلت للنص فزيادة الطول للضعف تزود المقاومة الكهربية للضعف ونقص المساحة للنص تزود المقاومة ضعفة تاني إذن المقاومة الكهربية زادت بعد كبرة أربعة عشان كده اتنين من زيادة الطول واثنين من نقص المساحة فبقى المقاومة الكهربية الجديدة مش اتنين قار لأ أربعة قار ودي دايماً من الصياغ اللي بنقول صياغ مهمة صياغ مهمة لأن الطالب المتسرع هيقول لي يا مستر في السؤال قال لي زاد الطول بس لأ قلت لك كلمة أعيدة تشكيله لها معنى أعيدة تشكيله دايماً لما تقرأ مرة تاني السؤال كلمة أعيدة تشكيله هيبقى فيه متغيرين عندك أنا هتديك واحد ومن فيه ما كتفهم التاني يبقى إذن كلمة أعيدة تشكيله فكرة السؤال أنا ما يهمنيش دايماً مع الطالب حل السؤال بعينه أنا لما اخترت السؤال من هنا وسؤال من هنا وسؤال من هنا أنا بوصل دماغك الأفكار اللي دايماً بنغلق فيها فتاني أعيد تشكيله معناها أن الطول زاد إذن المساحة قلت ففي تغيرين للمقاومة بزيادة الطول هتزيد المقاومة الكهربية بدقص المساحة للنص هتزيد المقاومة إذن المقاومة في النهاية زادت أربع أمثال يبقى الإجابة أربعة آر طيب ننقل بعد كده للسؤال رقم ستة في السؤال ستة قلنا نتذكر مع طلاب الأعزاء القوانين بتاع حساب المقاومة الكلية في التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي فده مجنى لتنين في سؤال واحد فبقول للطالب في الشكل المقابل دايماً أنا في طابع بحب أنقله الجميع طلابهم لما يقولي في السؤال في الشكل المقابل أنا دايماً أقول للطالب عندي اقرأ الرسمة قبل ما تقرأ السؤال اهتم بالرسمة قبل قرية السؤال لأنه أنت ممكن من الرسمة أنت تستنتج السؤال إنما دايما فيما طلبة كتير بتقرأ السؤال وسيب الرسمة بل السؤال ده أنا بقولك أنا هسأل على الشكل فدايما أقولك طب ممكن لو سمحت تبص على الرسمة تتكلم معي الرسمة فيه عندي أربع مقاومات طب بس يركز الأربع متوصلين إزاي فيه عندي تلاتة منهم قيمة الأولى بقار والتنياب قار والتلتاب قار متصلين على التوازي يعني أنا عندي تلات مقاومات متمثلة متصلة على التوازي جبهم مقاومة تاني اسمها قار برضو بس متصلة مع المجموعة دول على التوازي يبقى الدائرة انتقارتها هو عرفت دايما فيه ناس بتخاف من الرسمات عشان هي أصلا ما بتهتمش بالرسمة دايما دي هو استحمد عيب الطالبة بترسل مقاومات بالذات الرسمة بترهبهم الطالب متسرع الرسمة بتخوفه دايما نقول للعيد اقرأ الرسمة ما تخافش من حاجة هتتحلى هتتحلى بس المطلوب منك الهدوء بالذات في أسئلة الرسمات فأنا عندي فيه تلات مقاومات متمثلة على التوازي جبهم مقاومة على التوازي أنا هنا عشان ما خليكش تلعب برموز قلت سهلها لك بأرقام بقولك إذا كانت قيمة كل مقاومة بتلاتة أوم هتلي المقاومة المكافأة المقاومة الكلية بين النقطة 2 و 2 تمام يبقى أنا دلوقتي أعوض بقيمة 4 تلاتة يبقى أنا عندي تلات مقاومات متمثلة على التوازي قيمة الوحدة منهم بتلاتة هو أر توتل لمجموعة مقاومات متساوية على التوازي مش التوازي مش واحدة منهم على عددهم يعني أنت جبتوا دول لوحدهم بس إنها تبقى تلاتة على تلاتة يبقى بكام؟ مواحد دي المقاومة الكلية للتلات فروع التوازي بس طب لسه دا اسمتك ما خلصتش مش أنت قلت إن فيه مقاومة برضو بأر يعني بثلاتة أوم على التوالي مع المجموعة دية أيوة والتوالي بيتجمع يبقى إذن واحد زائد ثلاثة يبقى إذن المقاومة الكلية للدائرة أربعة يبقى تاني بسرعة تاني إنت لما لقيت الثلاث مقاومات المتساوية على التوازي قلت واحدة منهم على عددهم فثلاثة على ثلاثة بواحد زائد اللي على التوالي اللي يقيمتها بتلاتة برضو يبقى واحد زائد ثلاثة باربعة أوم بعد كده السؤال رقم 7 ميزة السؤال رقم 7 برضه بيفكرني بالتوصيل على التوالي التوصيل على التوازي وفيه موضوع المفاتيح اللي دايماً الطلبة لما قلوه في الدايرة الموطحة بالشكل المفتاح S1 مفتوح أو K1 مفتوح K2 مغلق للأسف دايماً برضه عندنا طلبة ما بتدققش بشكل الرسمة ولا بتشوف فين المفتاح K1 أو K2 أو S1 أو S2 وده برضه بيعمل معانا مشكلة ونقول بنخاف من الأسئلة أنا دايماً أي سؤال أقول للطالب عندي أنت بتحس عنك فيه خوف لازم تتعامل مع السؤال ده بهدوء بهدوء وتدرب عليه كتير فقلنا نعمل الفكرة الجميلة دي في السؤال 7 في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كان المفتاح S1 مغلق زي ما الرسمة مرسومة قدام عين حضرتك S1 اللي هو اللي فوق بينما المفتاح S2 مبتوح كما بالشكل مرة في الدائرة طيار شدته أي طيار ما طيب ممكن لو سمحت قبل ما تقرأ راية تبص كده بعد إذنك أنا عندي في الدائرة مقاومة 2 دي بار دي بار المقاومات دي متمثلة معناً للمفتاح S1 مبتوح S2 هو اللي مغلق S1 هو اللي مغلق و S2 مبتوح S2 مبتوح يبقى مش هيمر الطيار في المقاومة اللي جنبه معنى كده إن الدائرة دلوقتي فيها مقاومة واحدة فيها مقاومة واحدة فمر طيار في الدائرة شدته آي يبقى إذن لما الدائرة بتحتوي على مقاومة واحدة بس مر طيار شدته آي بيقول لي عند غلق الحالة التانية بيقول لي طيب افرض عند غلق المفتاح S2 وفتح S1 معنى إن أنا فتحت S1 S1 دي كان معاها سلك مقاومته بصفر يعني ليس له تأثير في الدائرة لما أنا شلته وحطيت وقفلت S2 كده أصبحت الدائرة فيها مقاومتين على التوالي ودي كانت فكرة السؤال وإحنا كلنا عارفين إن التوصيل على التوالي بيخلي المقاومة الكلية لدائرة تزيد ولما المقاومة الكلية تزيد شدة الطيار كلنا بنقول إيه؟ بتقل يبقى بزيادة المقاومة الكلية شدة الطيار هتقل عن الإراءة السابقة ودي كان الهدف إن أنا فكرك التوصيل على التوالي بيعمل إيه في المقاومة الكلية؟ بيزود المقاومة الكلية للدائرة فبالتالي شدة الطيار الكل المر في الدائرة هيقل وده أنا حاولت أعمله بالمكاتيح إن أنا الحالة الأولى لما كان S1 بس هو المغلق كانت الدايرة بتاحتها على مقاومة واحدة S2 لما تأفل و S1 تفتح أصبحت الدايرة فيها مقاومتين توالي والتوالي خلى المقاومة الكلية للدائرة كبيرة فشدة الطيار قلت عن الإراءة السابقة أنتو شرحكم بيخليك إنت تقرأ الإجابة بتغير متبص للاختيارات يبقى فعلا شدة الطيار في الحالة التانية أتبقى أصغر منه ده السؤال رقم 7 في السؤال رقم 8 السؤال التاني نحاول نخش بالتوصيل على التوالي والتوازي بس نخلي فيها حسابات رياضة شوال في الدائرة الموضحة بالشكل وما عليها من بيانات إذا كانت قيمة الطيار المار في الدائرة هي 1 من 10 أمبير يبقى ده الطيار الكلي في الدائرة ده I-Total فإن قيمة R عايز قيمة المقاومة R الموجودة طب جميل نبص للرسمة الأول كده مع الأستاذ المحترمين أنا عندي بطارية قوتها الدفعة 24 وإنت في قريتك إداني الطيار الكلي إنت دماغك فكرت كده معايا أنا معايا البيبي يعني فريقوتك كلي ومعايا ال-I-Total معايا الطارق كلي أنا سمع بتكلم معايا صح أيوة هنجيب المقاومة الكلية حسابية للدائرة R-Total هتساوي VB على I-Total دايما الطالب الواعي من R-I-Total دايما نزح مد الحل المستمر بيخلي الطالب من البيانات بيبدأ هو يتوجه قبل التكملة ده تدريبك كتير اللي الطالب خلاص ما بقاش عنده الخوف عارف معايا المعطدة معايا المعطدة لأن القوانين عندنا محدودة فالطالب بيبدأ بالاستخدام المستمر يطل أنا معايا VB بـ 24 معايا الطارق كلي واحد من عشرة يبقى أنا هجيب المقاومة الكلية يبقى R-Total VB 24 على ال-I-Total واحد من عشرة تبقى 200 و40 أنا كده حسبت المقاومة الكلية بطريقة حسابية لقيته بيقول لنا عايا في كونة R ماشي ما أنا رسم لك في الدايرة فيه 3 مقاومات على التوالي القولة بـ R الثانية 2R الثالثة 3R الثلاثة متوصلين على التوالي طب انت عندك لما تبقى عندك مجموعة مقاومات على التوالي بتجيب R-Total ازاي؟ حاصل جمعوهم يعني انت تقدر تجيب R-Total من الرسمة اللي موجودة عندك انها بتساوي R زائد 2R زائد 3R ازاً ال-R-Total من الرسمة هتبقى بـ 6R وانت قلت ان ال-R-Total حسابياً بكام؟ بـ 240 طب ما دا قدر تساوي الـ 2 ببعض يبقى ازاً ال-6R بتساوي 240 بالإسمة على ال-6 في الطرفين يبقى قيمة ال-R الوحدة هتبقى 240 على 6 هتساوي 40 أوم طب ما المسائل جميلة وتدريبك معايا سهل جداً فيك طيب بعد كده المسألة رقم 9 السؤال التاسع في الدائرة الموضحة بالشكل وما عليها من بيانات ازا كانت شدة الطيار المار في الدائرة هي نص أمبير برضو دا الطيار الكل عايز طيمة فرق الجهد على المقاومة المجهولة اللي اسمها R هنا برضو فكرة جديدة جميلة انت قردت ان القوة الدفعة شوفتها على البطارية كان بعشرين فولت يعني دا فرق الجهد الكلي دا فرق الجهد الكلي مش المقاومة ربع أوم والمقاومة المجهولة R دولا مقاومتين متفصلين على التوالي ويتميز التوصيل على التوالي ان فرق الجهد بيتجزأ بالنسبة طردية مع المقاومة طيب انا عايز قيمة عايز فرق جهد المقاومة R طب هي مجهولة بالنسبة لي طب ما نقدر اعملها بطريقة جميلة جدا المقاومة المعلومة هي 4 طب ما نقدر اجيب فرق الجهد بتاعها ازاي؟ فرق الجهد بيساوي I فR انا معايا الطيار والطيار هنا ثابت بنص في قيمة مقاومتها ب4 يبقى نصف 4 ب2 ازا فرق الجهد اللي هتاخده المقاومة 4 قوم هو 2 بولت وانت باصص على البطارية فرق الجهد الكل اللي في البطارية كان بعشرين وفرق الجهد على التوالي يتجزأ ازا هيبقى فرق جهد المقاومة R هو اللي تبقى من العشرين بولت يعني انت هتقول فرق الجهد اللي انا محتاجه لو فرق جهد المقاومة R هيساوي 20 ناقص 2 الاتنين اللي انا حسبتهم اللي هو فرق جهد المقاومة R يبقى 18 بولت سؤال جميل وفكرني بفرق الجهد وازاي بيتجزأ في التوصيل على التوالي طب ده كان السؤال رقم 9 السؤال رقم 10 سؤال اجمل السؤال رقم 10 في الدائرة الموضحة بالشكل لديك 5 مقاومات متساوية كما بالنسب فأي القراءات المحتملة للفولتاميترين V1 و V2 الفولتاميتر V1 دايما كنا بنقول للطلبة الفولتاميتر بيقرأ فرق جهد الجزء في الدائرة المتوصل عليه الفولتاميتر V1 شايفينه كويس متوصل على مقاومتين على التوالي ديب R و ديب R يبقى إذن بيقرأ فرق جهد مقاومتين قيمتهم 2R طيب الفولتاميتر V2 متوصل على مقاومتين على التوازي دي قيمتها R و دي قيمتها R يبقى واحدة منهم على عددهم يبقى مقاومتهم نص R يبقى V1 بيقرأ فرق جهد مقاومة قيمتها 2R V2 بيقرأ فرق جهد و نص R ولسه بقيلين ان فرق الجهد في التوصيل على التوالي بيتجزأ بنسبة طردية إذا في واحد قرأته أربع أمثال V2 ما انت لسه بتقول V1 بيقرأ فرق جهد مقاومات قيمتها 2R و V2 بيقرأ فرق جهد مقاومات نص R يعني معنى كده V2 حسب قيم لمقاومات V2 قريته أربع أمثال قراءة V1 يبقى أنا وإنت هندور على الإجابات الإجابة تنص عن قراءة V1 أربع أمثال قراءة V2 نبص كده الإراءة الأولى ألف V1 بتسوي واحد V2 باربعة لا العكس بقى صح طب بص كده به V1 باربعة V2 بواحد فعلاً دي الإراية اللي أكدت إن قراءة V1 أربع أمثال قراءة V2 يبقى الإجابة هي رقم B رقم 11 أي العبارات التالية تمثل الوصف الصحيح لفرق الجهد المفقود في البطارية فرق الجهد المفقود السؤال رقم 11 فرق الجهد المفقود اللي هو قول قانونه كده تذكروا معايا اللي هو بيه داخلي وفرق الجهد المفقود وفرق الجهد الداخلي مش ده بيساوي حاصل ضرب شدة الطيار في المقاومة الداخلية للبطارية يعني I فR small R small يعني المقاومة الداخلية للبطارية يعني فرق الجهد الداخلي سببه سببه المقاومة الداخلية للبطارية الكلمة دي لما تذكرتها دي هتسهل لك الاختيارات كويس جداً قالت الجهد المفقود في البطارية هو الجهد الذي تطبقه على الدائرة الموصلة بها طبعاً لا لأنك كده بأنت خدت المقاومات الخارجية في الدائرة لا هو خاص بالمقاومة الداخلية بس به الجهد المفقود في البطارية هو الجهد اللازم للتغلب على مقاومتها الداخلية أيوة فرق الجهد المفقود يتعامل مع المقاومة الداخلية للبطارية فعلا هو الإجابة رقم به هو الجهد اللازم للتغلب على المقاومة الداخلية ده السؤال رقم 11 السؤال رقم 12 السؤال حسابي وديرة كهربية مسألة جديدة في السؤال رقم 12 إذا كانت مقاومة أسلاك التوصيل في الدائرة هي 2 من 10 يبقى دي R دي مقاومة وكانت قراءة الأميتر يبقى دي شدة الطيار في الدائرة دي الـ I فإن المقاومة الداخلية للبطارية عايز R small طيب إنت الدائرة معك VB ومعك في مقاومة زيادة في الدائرة اللي هي 2 من 7 من 10 وهو لما قال لي مقاومة أسلاك توصيل هي مقاومة برد R ومديني شدة الطيار وعايز المقاومة الداخلية دايما نقول لطلابنا R small بداية ظهور R small في المنهج ظهر في قانون أملي الدارة المغلقة فدايما نقول للطلبة دايما لما بتقرأ السؤال وتلاقيني ذكرت المقاومة الداخلية للبطارية وطلبتها ما عندكش احتمالات كتير في الأسئلة وما عندكش احتمالات كتير إن انت تدور على قوانين اكتب قانون أملي الدارة المغلقة I total التاريخ كلي بيساوي VB القوة الدفعة الكهربية على المقاومة الخارجية R capital زائد المقاومة الداخلية R small اللي مطلوبة من حضرتك إذن عوض هتلاقي التعاون مباشر I total باربعة أمير بتساوي LVB مكتوبة قدامينك عند البطارية بـ 12 R capital في R capital في الدايرة بـ 27 زائد أوعى تنسى اللي ادهلك في السؤال مقاومة أسلاك التوصيل هي مقاومة برد بـ 2 من 10 زائد R small المطلوبة منك التاريخ بربعة القوة دفعة بـ 12 R بـ 27 زائد 2 من 10 أسلاك التوصيل المجهول الوحيد هو R small بالتعاونة المباشر تطلع R small بـ 1 من 10 أم كانت مسألة ممتازة طيب السؤال رقم 13 سؤال جميل جدا بيفكرني بالقدرة المستهلكة برضو من ضمن المعلومات المهمة القدرة المستهلكة وعلاقتها مهمة جدا السؤال بيقول لي مصباح مكتوب عليه 100 واط يبقى دي قدرة المسباح 220 فولت ده فرق جهد المسباح وصله بمصدر فرق جهده يعني غير فرق الجهد خلّى 175 فولت عايز القدرة المستهلكة الجديدة في المسباح طيب أول ما قريب كلمة قدرة المستهلكة ومعايا فرق جهد وبعايا القدرة في المعطيات ومصباح يعني موصل لمقاومة تذكرت قانون القدرة بي دابليو بتساوي في تربيع على آر في تربيع على آر طبعا هو نفس المصباح فالمقاومة الكهربائية سابتة يبقى أنا هنا أقدر أستغل بي دابليو بتساوي في تربيع على آر إنه يبقى عندي فيه تناسب طردي ما بين القدرة المستهلكة ومربع فرق الجهد طب ما أنت بطلة بالعربي طب ما تكتبها يبقى بي دابلي واحد على بي دابليو اثنين هتساوي في تربيع واحد على بي تربيع اثنين بص البياناتك كده بي دابلي واحد بمية على بي دابليو اثنين المخطوبة من حضرتك في تربيع واحد اللي مكتوبة على المصباح لي ماتين وعشرين تربيع على بي دابليو 2 اللي هي الديهاني فرق الجهد الجديد 175 تربيع بالتعويض بدرب الطرفين فواسطين على الآلة تطلع لبي دابليو 2 63 و 3 من 10 فعلا لقيتها رقم دال في الاختيار يبقى فكرة السؤال هي تذكرتي ببي دابليو مستهلكة في تربيع على R واستغلت التناسب الترضي ما بين القدرة و مربع فرق الجهد السؤال رقم 14 في السؤال رقم 14 بيقول لي في الدائرة الموضحة بالشكل ألف عايز قراءة الأميطر قراءة الأميطر بتسوي كام تاني تفضل معايا على الدائرة اكشف مكونات الدائرة معايا وبوصلها كويس لأنه في مقاومة 5 في مقاومة تاني باربعة والمقاومتين على التوالي متصلين مع بطارية قوتها الدفعة 45 بولت ومقاومتها الداخلية 1 قوم لسانا تقال حاجة جميلة ديبتا قلت انت عندك مقاومتين على التوالي تبقى الر توتل بتساوي أولا أجيب الر توتل هتساوي 5 زائد 4 بتساوي 9 أوم يبقى أنا كده قدرت أجيب المقاومة الكلية بعد كده أعوض معايا الر سمول ولسه مستخدمين قانون أوم لدارة المولاقة يبقى I توتل هتساوي VB على R توتل زائد R سمول ال VB على البطارية 45 R توتل جبناها بتسعة زائد R سمول في الرسمة بواحد تبقى 45 على عشرة يبقى تطاري كله باربعة ونص أمير بعد كده بقراءة الفولتاميتر بتساوي الفولتاميتر دايما نقول الطالب بيقرأ فرق الجهد للمقاومة أو للجزء اللي في الدارة المتوصل عليه لو بصنا للرسمة كويس هلأ الفولتاميتر متصل بين طرفي المقاومة 4 أوم فقط يعني بيقرأ فرق جهد المقاومة 4 أوم فرق الجهد فيه بتساوي I فR I جبناها باربعة ونص لأنها مرفيات طارق كلي لأن داريت كلها توالي فيه الار مربعة أربعة ونص فيه أربعة بتساوي 18 فولت كانت مسألة جميلة جدا 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 بعد كده السؤال رقم 15 مسألة بس مسألة للطالب المتفوق شوان مسألة من المسائل المميزة بفكرة جميلة في الدائرة الموضحة بالشكل إذا كانت قراءة الفولتاميتر 6 فولت فإنه ألف قيمة الطيار الناتج من البطارية برضو أقول الطالب المحترم بص معايا على الرسمة لقيت عندي فولتاميتر الفولتاميتر ده متوصل على التوازي بين طرفي المقاومة R أيها وبرضو في نفس الوقت متصل بين طرفي البطارية والمقاومة اللي قيمتها 2 وطبعا فرق الجهد على التوازي سابت وهو مديني فرق الجهد بتاعة 6 وعايز قيمة الطيار طيب إنت لسه بتقولي أن الفولتاميتر بيقرأة فرق جهد الجزء المتوصل عليه وهنا هروح للجزء اللي فيه بيانات الأول يعني الطالب اللي قولي ما هو متوصل على R طب يا R مجهولة أنا مش هقدر أجيب منها حاجة أروح للجزء المعلوم من الرسمة اللي هي الفولتاميتر ده بيقرأة فرق جهد البطارية والمقاومة اللي اتنين قوم اللي جنبها طب ما انت عندك القانون اللي بيقرأ فرق جهد الجزء المتوصل عليه بطارية ومقاومة يبقى V زي ما مكتوبة عند حضرتك بتساوي VB ناقص I افتح POS R capital زائد R small مديني فرق الجهد ب6 والقوة الدفعة مكتوبة ب12 ناقص ال-I أنا محتاجه ال-R R capital ب2 R small ب1 يبقى بقيت 3I ال-12 تروح بعكس الإشارة يبقى 6 ناقص 12 سالب 6 اقسم على سالب 3 اذا يبقى ال-I 6 على الثلاثة ب2 أمبير فانا استغلت الجزء المعلوم من الدارة جبت شدة الطيار ب2 أمبير وده اول طلب تاني طلب عايز قيمة المقاومة R قيمة المقاومة R طيب ما انت قلت برضو ان الفولتاميتر بيقرأ فرق جهد المقاومة R طيب استغل قانون قوم تاني R بتساوي V على I لان معاها فرق جهدها زي ما هو من دهوني ب6 تبقى 6 على ال-2 يبقى ب3 وكده قدرت برضو احل مسألة متميزة رقم 16 السؤال رقم 16 في رقم 16 كيرشوف وسؤالين مهمين جدا باستخدام كيرشوف فإن ألف شدة الطيار I واحد بك شدة الطيار I واحد طبعا انت الرسمة قدام هين حضرتك فيها طيارات قانون كيرشوف الأول بيقول مجموعة طيارات الدخلة بتساوي مجموعة الطيارات الخارجة الطيارات الدخلة عندي 3.5 تجزأت إلى طيارين خارجين I واحد زائد ال 2.5 انت بتقول الطيارات الدخلة بتساوي الطيارات الخارجة يبقى إذن لسنك قال المعادلة الوحده 3.5 هتساوي 2.5 زائد I واحد يبقى إذن قيمة I واحد هتبقى 3.5 ناقص ال 2.5 تبقى بواحد أمبير بعد كده السؤال به عايش شدة الطيار I 2 I 2 طب ما هو I 2 ده ده الطيار اللي كان داخل أصلا ما هو راجع تاني لمصاره الطبيعي ما هو هو لو انت بصيت قيمة I واحد هتجتمع مع قيمة ال 2.5 ويبقوا هم قيمة I 2 هو مكتوب قدامك في السؤال اللي هو 3.5 طب ده بالنسبة للطيارات عوضنا في الطائرات الداخلة بتساوي الطائرات الخارج السؤال رقم 17 فروق الجهد قانون كرشوف التاني قانون كرشوف التاني كان بيقول مجموع الجهود الكهربية في المصار المغلق يساوي سؤال حبيتنا تذكروا ونطبقوا في سؤال برضو الرسمة اللي قدامي بيقول لي في الدقيرة الموضحة باستخدام كرشوف احسب فرق الجهد V2 V2 الجهود في المصار المغلق بتساوي سفر الجزء A B E F A ده المصار المغلق بتاعي مجموعة جهود في المصار ده بتساوي سفر امشي في المصار من اول النقطة اللي حددتها لقيت البطاريات عندي فرق جهدها في 15 انا ماشي من السالب للموجب باكد فرق الجهد بالموجب خدوا بالكم من الاشارات دي لما تمشي وتاخد عندك من سالب اللي موجب في مصدر خد فرق الجهد بتاعه طيمته مجما يبقى موجب 15 بعد كده مشيت مقاومة لها فرق جهد بس من الموجب للسالب اخد فرق الجهد المكتوب على طيمة سالبة تبقى سالب 6.5 بعد كده ماشي لفرق الجهد المجهول بتاعي بس من الموجب للسالب يبقى أخد فرق الجهد بتاعي سالب V2 بتساوي سفر وبالتعويض الرياضي هتطلع لي V2 بتسوي 8.5 رقم به فرق الجهد V1 أخذ مصار جديد عشان نطبقه تاني V1 أخذ المصار بتاعي B C D E F E أو أخذ المصار B B C D E B المصار ده أو المصار ده أنا مش فرق معاه ده ما نقول للطالب خذ المصار اللي عاديه في المصار B C D E D مجموع الجهود بيسوي صفر أول فرق جهد قابلته هو من الموجب للسالب يبقى بأخذه بالسالب سالب V1 المجهولة بعد كده تاني فرق جهد قابلته من الموجب للسالب أخذه بالسالب سالب 3.5 بعد كده تالت فرق جهد من السالب للموجب اللي هو موجب 6.5 بيسوي صفر يبقى بالتعويض V1 بتسوي 3 فولت ده تطبيق قانونة كيرشوف السؤال رقم 18 ملف حلزوني طوله N وعدد لفاته N متصل ببطارية قوتها الدفعة بي بي مقاومتها الداخلية مهملة مما سبق أجل عند سحب استوانة الحديد المطاوع من داخل الملف كسط الفيض طبعا كسافة الفيض في أي موصل بيتحكم فيها معامل النفازية بتناصل طرد ومعروف أن أكبر مادة في النفازية المغناطسية هي الحديد المطاوع أنا لما بسحب ساق الحديد المطاوع يبقى كده بقلل النفازية المغناطسية ولما تقل النفازية المغناطسية يبقى كسط الفيض هتقل به عند زيادة المسافة الفاصلة بين لفات الملف للضعف يعني إيه زادة المسافة الفاصلة بين لفات الملف يعني طول الملف زاد طول الملف زاد وفي قانون الملف الحلزوني بي بتساوي ميو آي أن على إل من ضمن عوامل كسبت الفيض في الملف الحلزوني هي طول الملف وتناسبها عكسي فبزيادة المسافة الفاصلة يعني زيادة الطول كسبت الفيض هتقل برده يبقى بدقص النفاذية قلت كسبت الفيض وبزيادة الطول قلت كسبت الفيض السؤال رقم 19 عند وضع سلكان متوازيان مستقيمان نوحظ تنافر السلكين فإن ذلك يعني أن النسبة بين محصلة كسافة الفيض عند نقطة داخلة هما إلى محصلة كسافة الفيض عند نقطة خارجة هما دائما نقطة الواحد مش ده السلكين المستقيمين المتوازين اللي بيقول لي حصل بينهم قوة تنافر قوة تنافر أنت محصلة حركة خطوط الفيض بتتحرك من المجال الأكبر للمجال الأصغر يعني كسافة الفيض لما بتجي تتحرك محصلتها من الكبير للصغير أنت بتقول حصل تنافر يعني التنافر السلكين بعده إذن المجال تتحرك من الداخل للخارج يبقى إذن المجال داخل السلكين أكبر من المجال خارج السلكين وده اللي سبب وجود قوة التنافر الحرقة من جوة لبر فهو لما سألني في السؤال محصلة الفيض في الخارج بتبقى في الداخل إلى محصلة الفيض في الخارج لا في الداخل أكبر لأن المجال اتحرك من جوه البرا من الأكبر للأصغر يبقى المجال الداخلي أكبر من المجال الخارج بعد كده السؤال رقم 20 في السؤال رقم 20 ينص قدود أمبير الدائري على قدود أمبير الدائري قانون أمبير الدائري أنا حبيت أفكرك به قانون أمبير الدائري فعلا هو قانون كسبت الفيض في السلك المستقيم ده أنا حبيت السؤال ده عشان أفكرك ما تنساش ده خالص سألتك في صغط الرياضية تكتبها أنت بحولها لك الاختار يبقى دايما أي طالب أرى قانون أمبير الدائري يعني قانون كسبت الفيض في السلك المستقيم يبقى بيه بتساوي ميو آي على تو باي دي بعد كده السؤال رقم 21 في السؤال 21 بفكر الطالب بنقطة التعادل نقطة التعادل دايما قلت للطالب اوعى تنسى انها بالقرد من السلك اللي يحمل الطيار الأقل في السؤال 21 بيقول لي سلكان مستقيمان متوازيان يمر بهم طيارين كما بالرسم فإن نقطة التعادل تكون أنهي نقطة السؤال قدام عينيك في الرسمة بص على الرسمة كده أنا الـ Silkaine S1 بيمر بهم الطيارين في اتجاه واحد الكلمة دي لازم نقف عندها لما يبقى عندي الطيارين في اتجاه واحد يبقى المفروض انت عارف انه نقطة التعادل توجد في الداخل بين السلكين توجد في الداخل بين السلكين تاني طيارين في تجاه واحد يبقى انا هبحث انا وانت عن نقطة التعادل في الداخل كبل بقى الجملة بالقرب من السلك اللي يحمل الطيار الأقل بص بص فيه الطائرين اتجاه واحد تبقى في الداخل بالقرب من السلك اللي يحمل الطائر الأقل السلك اللي يحمل الطائر الأقل والسلك X لأن مكتوب قدام طائر واحد قبير ولازم تبقى في الداخل يبقى النقطة B دايماً ده التعامل مع نقطة التعادل طب السؤال رقم 22 في الشكل المقابل سلكم مستقيماً متوازيان يمر بكل منهما طائر كما بالرأس نقطة التعادل بص كده أنا معي كم سلكم مستقيماً متوازيين بس خدت بالك اتجاه الطائرين طائرين متضضين وإيه كمان؟ ومتساويين فكرتك بحاجة؟ طائرين متساويين ومتضضين دي الحالة الوحيدة اللي تلغي وجود نقطة التعادل دي الحالة الوحيدة اللي تلغي وجود نقطة التعادل إذن بما أن الطائرين متساويين ومتضضين إذن يا مستر محمد لا توجد نقطة تعادل دايما ننبه الطلبة بموضوع نقطة التعادل لأنها من الأجزاء المهمة جدا بعد كده السؤال رقم 13 العوامل التي تتوقف عليها نوع القوى المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بهم طيار لست عملين التكلم على نقطة التعادل والتجازب والتنافر قلت أفكرت بالقوى المتبادلة نوع القوى المتبادلة كنا بنقول لو الطيارين في اتجاه واحد يتولد بين سلكين قوة التجازب يعني نوعات ما تجازب لو الطيارين في اتجاه المتبادلين يبقى القوى قوة تنافر طب يبقى معنا كده المتحكم في نوع القوى تجازب أو تنافر هي اتجاهات الطيارات أنا أوجهتها لك سؤال العوامل التي توقف عليها نوع القوى المتبادلة بين سلكين يمر بهم طيار هي هل هي شدة الطيار؟ لا نوع الوسط؟ لا اتجاه الطيار فعلا اتجاه الطيار في السلكين هو المتحكم في نوع القوى المتبادلة بين السلكين أحسنت يا مستر محمد حلقة من الحلقات الشيطة وتمنى أن كل تطلبنا العزاء استفادوا من كم الأسئلة اللي مستر محمد مجمعها لنا لو في عنا أحضرك أي توجيهات للطلبة بتاعتك في نص دي أتمنى الله عز أحمد أن اتطلب في الفترة دا لأن الفترة دي ممكن من أهم الفترات اللي قدروا يسترجعوا فيهم مستواهم وأي قطأ كانوا أخطأوا من أول السنة والتدريب الكتير التدريب أهم حاجة دايما للطالب بعد المذاكرة التدريب وأنا بكلمهم وكلمنا في أول الحلقة عن الكتاب أنا بنصح كل طلابي وكل الطلبة التدريب بعد ما تذاكر كتابك اللي موجود مدرس على هوا جميع المواد مش المادة الفيزياء بس كلام دا لكل المواد إن ما تدربتش أنت ما استفدتش به اللي انت ذكرتوه التدريب على أسئلة وقدي جزء كبير من الأنواق اللي موجودة وقعدناها وناس أفضل مننا بكتير جدا في الكتاب فالمفروض إن في أسئلة بالشبه دا أو بالشكل دا التدريب عليها المستمر إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمهم وبالتفوق بإزدلال جبيع الطلاب أحسن تانستر محمد تمنياتنا الخالد بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا العزي شكرا 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 شكرا